بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم يا صباح الهنة النهاردة هنعمل صنية بطاطس ارديحي بطعم وريحة مميزين جدا بدون اي لحوم او فراخ زي ما احنا شايفين كده الله مبارك شكلها يفتح النفس وطعمها شاهي جدا يلا نسمي بالله ونشوف هنعملها ازاي اول حاجة زي ما احنا شايفين جبت بصلتين متوسطين كده وبتدي تبشرهم بالمبشرة علشان تبقى الشرايح او ترنشاط بتاعت البصل بتاعته رفيعة زي ما احنا شايفين وتدي نكهات حلوة كده للاكل بتاعنا هننزل عليهم بربع معلقة من الفلفل الاسود وكمان نص معلقة من الملح وربع معلقة من الكمون وكمان رشة كده من الهيل البودر المحبش بتاعنا هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا هنجيب الصنية بتاعتنا كده هنجيب الاول طبق نقطع في البطاطس عندي حابتين من البطاطس كبار كده نبتدي نقطعها ترنشاط سمكها معقول يعني زي ما احنا شايفين بالشكل ده قريبا واحد صانتي ونبتدي نقطع التانية زي ما احنا شايفين وعندي كمان حابتين من الجزر بقطعهم على البطاطس لازم احط الجزر مع البطاطس بيعلي القيمة الغذائية وبيخلي الصنية بتاعتك بقى فيها الوين حلوة كده وشاهية وتفتح النفسه كمان بيدي تسكيرة حلوة كده لصنية البطاطس يخليها مسكرة وزي العسل بشرته كده بالمبشرة علشان يستوي معيها بسهولة وغسلت الجزر والبطاطس بعد ما اشهرتهم وجبتهم بقى ارسهم في الصنية بتاعتي زي ما احنا شايفين وهبتدي بقى اقطع عليهم باقي المكونات اللي عندي لازم ارس البطاطس كده وحط عليها الجزر فوق عشان تبقى شكلها حلو والجزر بتاعمل زقش في الصنية زي ما احنا شايفين هجيب بقى قرن دي قرن فلفل حامي كده هاخد منه شريحة وكمان احط بقى الفلفل الاخضر الجميل اللي بيدي تسك حلوة جدا لصنية البطاطس وبيخلي ريحتها تجيب اخر الدنيا هاخد نصه كده اوزعه على البطاطس زي ما احنا شايفين بنا حطيت البطاطس بتاعي وحطيت حبيتين جزر وحطيت نص قرن فلفل حامي وكمان نص قرن فلفل اخضر هجيب البصل بتاعي بقى اللي انا بشرته وحطيت عليه التوابل ادعاكه كده عشان يطلع الصوسه اللي جواه وانزل بقى بي على صنية البطاطس بتاعتي احنا متفقين النهارده ان احنا هنعمل صنية بطاطس ارديحي بدون لحوم ولا فراخ بعد كده بتضيفي العصير التماطم انا عصرها ومصفيها زي ما احنا شايفين هعمل كل حاجة عندي نيف نية كده النهارده المرحلة دي لو عايزة تضيفي فراخ طبعا بتكوني متبلها وتحطيها لو مش عايزة بتعمليها زي ما انا عملتها كده وضفت كمان فنجان من الزيت وهيبتدي اغطي اللصانية بتاعتي وارفعها على البوتاجاز تستوي على النار من فوق زي ما احنا شايفين اللهم بارك اللصانية بتاعتي استاوت البطاطس طالعة دايبة كده اللهم بارك زبدة في نفس الوقت متماسكة مش مهرية ولا حاجة ورحتها خطيرة ريحة الفلفل مع البطاطس وطعمها مش قادرة وصفلكو عملتها كده زي ما احنا شايفين جانب رز حباية وحباية طعمها خطير مش لازم خالص الاكل يبقى لازم نفوت كده في الجلال اللي احنا فيه مش لازم الاكل يبقى بالحوم او بفراخ عادي جدا كل نعم ربنا حلوة ربنا يدمها ويحفظها من الزوال شكلها تحفة ورحتها خطيرة جربوا تعملوا صانية البطاطس القرديحي بالطريقة دي هتعجبكو طعمها مميز وما تنسوش اللايك والشير